تأملات الحلقة دي ربما تكون في هذه الأيام الطيبات المباركات التي نعيشها وهي العشر الأوائل من ذي الحجة والحقيقة أنه الناس بعض المسلمين في لبس يعني ييجي على رمضان والعلماء أو بعض العلماء يحدثونه على أن هذه العشر هي العشر الأواخر من رمضان واكتهدوا في العشر الأواخر من رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان كذا يعني يذكرون الناس بالعشر الأواخر ويأتون في موسم الحج واكتهدوا في العشرة أيام الأولى من ذي الحجة وكذا وكذا فإحنا عايزين يعني هذا اللبس فضل اشتباك بالضبط بارك الله في عمرك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هذه الأيام التي نعيشها في البداية لابد أن نقول أنها فضل من الله علينا الحمد لله ومن فضل الله تبارك وتعالى على الأمة المحمدية جمعا أن الله تبارك وتعالى خصها بأشياء تجعلها تتسارع في نيلها لأعلى الدرجات عند الله تبارك وتعالى من خلال ماذا عطاءات وكرامات من هذه العطاءات والكرامات هذه الأيام التي نعيشها الآن وهي الأيام العشر الأوائل منذ الحجة النقطة التي أثرتها حضرتك فضل اشتباك في الليالي العشر الأخيرة من رمضان والأيام العشر الأوائل منذ الحجة هذا الاشتباك ليس جديدا ولكنه منذ القدم والأئمة يتحدثون في ذلك ومن أجمل ما قرأت وهذه الكلمة قد فضت فعلا الاشتباك كلمة شيخنا ابن القيم رضي الله عنه أرضاه حينما انفرد عن جميع العلماء في هذه القضية وقال انتظروا يا جماعة الأمر سهل ويسير جدا ولا داعي للتنازع فقال رضي الله عنه أرضاه إذا تحدثنا عن الليالي فهي الليالي العشر لا نزال في رمضان العشر الليالي الأخيرة من رمضان الليالي وإذا تحدثنا عن الأيام فهي الأيام العشر الأوائل منذ الحجة نعم فضل اشتباك وانتهى الأمر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نعم اللي يعني حضرتكم علمتونا إياه الله يبرك ما من أيام نص على لفظ الأيام نعم وفي الآية والفجر وليال عشر كده تمام بالضبط تمام ولذلك إن كان لابد من تعليق على هذه الجزئية بمنطق الواقع الذي نعيشه أقول وبالله التوفيق نعم لما النزاع ولما الاشتباك ولمنشغال الذهن وكلها أيام فاضل وكلها فضائل من الله سبارك وتعالى المطلوب بيه المطلوب أن المسلم يعلم أن هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى كنت في رمضان فاعلم أنك في عطاء الله في الليالي العشر الأخير من رمضان نعم كنت في هذه الأيام فاعلم أنك في عطاء من الله ациع في الأيام العشر الأوائل من ذو الحجة نعم المسلم بطبيعته يعني حضرتك عايز تقول الشيخ محمد لا اشتباك ولا حاجة لا تنشغل يعني الفجر وليالي ولكن اغتنم اغتنم كثير من آيات القرآن في كثير من المواطن القرآنية تجد انت يعني هي نفحات من الله عز وجل الدكتور حسن كان تحدث كمان يا دكتور حسن فضل وإحنا في الطريق عن شيء جنوب جدا حبيته منه أنت رأى أستاذة بكل شيء الله يبركي وعيشت سنين عز وجل وعيشت ووالدي وأستاذ الله يستورك عن الاشتباك اللي حصل الناس اللي بتفرق بتقول لك الحديث طبعا قاله ابن سيد المقيم أن الفرق بين العشر الأواخر من رمضان والعشر الأواخر من زي الحجة وقالوا هل هم المقصود بهم الليالي الليالي أمل أيام صحي كده دكتور أمل أيام ودكتور وضحرنا برد نعم هنسمعها من حضر في كثير من مواطن القرآن المتأمل والمتدبر لمعاني القرآن والنظر فيما وراء النص ودلنا عايزه عايز أن نحن دايما ما تبقاش النظرة قاصرة لكن نتأمل زي بقولوا روح النص كثير من آيات القرآن حتى في التلاي تجد أن الله تبارك وتعالى يدعون إلى اغتنام الفرص نعم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الآية ربنا بيدعون فيها إلى التأمل إن تأدمت النفسك بكرة في القيامة ربنا بيقول سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبعدين في وسط الآيات يقول وأنيبوا إلى ربكم انهض بسرعة واغتنم الفرصة وارجع لله وشوف ربنا ماذا أعطاك الله من كرمات وعطاءات اغتنم هذه الفرصة لما يجي سيدن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في حديث السيدة عائشة عن فضل هذه الأيام مرة يتحدث رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه عن فضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام ومرة يتحدث عن قدر عظمة هذه الأيام في ذاتها ففي حديث السيدة عائشة رضي الله عنه أرضها يقول الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني إيه رسول الله يعني سبنا رسول الله أراد يضرب على أوتار القلوب انهض اغتنم ما تنشغلش بمشاكل بعيدة شوية عن الأخرة ما تخلكش بعيد عن اغتنام الفرصة المهم والمفيد إيه إنك تعرف إن العمل الصالح في الأيام دينية له أجر عظيم عندك همة بقى زود بالضبط زود العمل الصالح أن تزداد الهمة وأن تقبئ على الله تبارك وتعالى فسيدنا رسول الله يقول إيه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله وأنا دايما أريد ممن يقرأ النص القرآني والنص النبوي أن يقف عند ألفاظ اللغة الفاظ اللغة يا عزيزي محمد في النص القرآني والنص النبوي تعطيك نفحات ربانية نعم حينما نقف مع اللفظ فلما جاءت مع لفظ واحد هنا ولقى سيدنا رسول الله يقول إيه أحب إلى الله كلمة أحب صغة تفضيل إلى من إلى الله يبقى لازم أفهم أن سيدنا رسول الله يقول لي خلي بالك أن يمدي العمل الصالح فيها محبب جدا إلى الله تبارك وتعالى وبالتالي من يعمل العمل الصالح في هذه الأيام فهو محبب إلى الله تبارك وتعالى نعم ولذلك قال رسول الله محمد صلواته ربي وسلامه عليه في الحديث الذي بعد ذلك من حديث سيدنا ابن عمر بيبين في قدر الأيام في حد ذاتها الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة يقول الحبيب النبي صلواته ربي وسلامه عليه ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل الصالح فيهن من هذه الأيام ثم قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميل اذا فهذه رسالة لمن لمن وعى قلبه هذه الرسالة إن سيدنا رسوله يقول له خلي بالك أيها المسلم أياتها المسلمة يا كل البشر يا من يسمعنا الآن ويا من يحضر معنا ويا من يصل هذا الكلام بتوفيق الله عز وجل انهض فهذه الأيام عطاءات وكرامات من الله ولها قدر عظيم عند الله تبارك وتعالى فانهض لنفسك باغتنام الفرصة في هذه الأيام رسالة واضحة جدا نعم بارك الله فيك دكتور فضل